السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي 5 قبل من ابدأ الفيديو هباشكر الناس اللي بتدعيني بلايك و بتكتب لي كومنتات جميلة بالشكل ده نزلنا الاسبوع اللي فات فيديو حصري عن اضافة السيارات المصرية لجي تي اي 5 و طلبت منكم اقتراح سيارات لأي دولة انتم عايزينها و كان اكتر السيارات اللي اطلبت مني هي السيارات السعودية فالنهاردة جبتلكم حزمة سيارات سعودية مكونة من اكتر من 40 سيارة ريبليس او استبدال يعني هتلاقيهم بشكل عشوائي في شوارع المدينة او تجيبهم عن طريق مود المينيو فقبل ما نبدأ ياريت ما تنساش اللايك والشير والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك ولو عاوزين حزمة سيارات لأي دولة تانية ياريت تكتبولي تحت في الكومنتات وهنشوف المود مع بعض بعد كده هنشوف طريقة التركيب و مشاهدة ممتعة طبعا طول ما انت ماشي في الشوارع كده هتقابلك العربيات اللي احنا هنستبدالها في المود ده هنبدأ ناخد جولة كده في الشوارع وبعد كده برضو هوريك السيارات دي عن طريق مود المينيو زي ما انت شايف كده عربية تيوتا قدامنا هي ودي برضو اللي انا ركبها دي شاص طول ما انت ماشي كده هتفضل تقابل في سيارات عندك هنا مسلا السيارة دي تقريبا تيوتا اه هي سيارة تيوتا كاميري تقريبا زي ما انت شايف كده كلها عربيات سعودية وكلها عربيات فاخمة بصراحة وعندك هنا تيوتا دي برضه تقريبا أو نيسان هي تيوتا طب تعالوا ندخل كده في وسط المدينة عشان نشوف الشوارع من جوة السيارات فيها عاملة ازاي وصلنا بالشاص بتاعتنا المدينة عشان نشوف السيارات من جوة عاملة ازاي زي ما انت شايف كده تيوتا كاميريا الركن على اليمينا هي وعندك هنا هنداي إلينترا على الشمال بنيمر سعودية طبعا مرة تانية. تعالوا لنبدأ كده عن طريق نستكشف العربيات مع بعض. هنستكشف اهمهم طبعا علشان وقت الفيديو. ومش هنستكشفهم كلهم. عندنا هنا الفور باي فور دي. ده ما انت شايف كده. عربية فخمة جدا. وبرضو سعودية مشهورة بالسيارات الفور باي فور دي. عندنا هده مسلا اللي كانت في الصورة المصغرة. او العربية دي تقريبا اسمها شيري او حاجة زي كده. انا طبعا اسمها العربيات بالنسبة لي مش احسن حاجة. جي اس تلتمائة وخمسين. والتيوتة الكاميري العربية دي فخمة جدا. بنصحك انك تجربها وتلعب بيها شوية كده لان فيها تقريبا وزنية كويسة جدا. وعندنا هنا التيوتة دي. دي تقريبا مش شاس خالص. لو انت سمع صوتها فصوتها فخمة جدا. وبرضو عندنا جي امي سي دي. زي ما انت شايف كده. عربية فيها وزنية برضو. نجع العربيات القفرو بقى زي ما انت شايف في التيوتة الرابع دي. عربية دي جامدة جدا. مع لكن هي مكتوب عليها نمر عمان. ولكن هي موجودة في السعودية وبشكل مش قليل. والشفور لي دي برضو شوفنا زيها من شوية ولكن مش نفس النوع. زي ما انت شايف كده عربية دفع رباعي وعربية محترمة جدا. وعندنا هنا النسان دي برضو موجودة بكسرة في السحراء في السعودية. وبرضو نسان تاني هي مكتوب عليها حتى باللوجة العربية. انا مش فاهم البيت الشعر المكتوب ده بصراحة. لو انت فاهمها يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتات. عندنا هنا رينج روفر دي 2016. والشوفور لي دي برضو الشوفور لي كتير معانا في الفيديو ده. وعندنا هنا التيوتة دي. وبرضو العربية النسان دي. وفي هنا عربية على اليمين برضو مارسيديس الجي تلاتة وستين تقريبا. وعندنا هنا النسان دي بنمر قطرية. ولكن موجودة برضو في السعودية. ودي المارسيديس اللي انا بكلمكم عليها الجي كلاس جي تلاتة وستين. انا ركبتها في فيديو على قناتنا التانية. واسببها لك تحت الفصل فيديو. وبرضو ركبنا هناك سيارات شرطة مصرية لمود الشرطة. ولو عايزين سيارات شرطة سعودية. ريت تكتبو لي برضو تحت في الكومنتات. ومعانا العربية ده في الرباع الشيري دي برضو. العربيات موجودة كتير جدا في الحزمة دي. عكس حزمة السيارات المصرية. كانت تلاتين عربية بس. ولو عايزيني برضو ازود اكتبو لي تحت برضو. بس حزمة السيارات السعودية دي جامدة جدا بصراحة. وبرضو معانا التيوت الاند كروزر دي. والجي ام سي. وبرضو مفيش اكتر من العربيات السيدان الموجودة في الحزمة دي بصراحة انا ما اقدرش اواريك كل السيارات الموجودة في الحزمة دي في فيديو واحد بسبب ان الحزمة كبيرة جدا. ولكن تقدر تحملها وتستمتع بيها بنفسك. جلبينا مع بعد نشوف طريقة تركيب المودة ده ازاي. في الفيديو ده انت مش هتحتاج ملفات اساسية ولا هي بقى ادجاستر ولا باك فايل ليمت ادجاستر ولا جيم كونفيت. كل اللي انت هتحتاجه هو الاسكريبت هوج في ومود المينيو وده اختياري لو انت حبه. وبرضو هنحتاج ملف السيارات بتاعنا. هنسيبه لك بتاحت برضو في وصف الفيديو. والباستورد بتاعه زي ما احنا عارفين هيبقى يوسين. اول حاجة هنفتح ملفات اللعبة بتاعتنا علشان تكون بالشكل ده. بعد كده هتفتح هتفتح ملف وبين وهتاخد اول ملف وتالت ملف. بس اتأكد ان اسكريبت هوج في اخر اصدار اللي هو الفين تسعمية واربعة واربين. ولو في اصدار اعلى فاتأكد برضو ان هو الاصدار الاعلى. ولكن حاليا فوقت تصوير الفيديو ده احدث اصدار هو الفين تسعمية واربعة واربين. وهحط لك تحت في الوصف برضو لينك من المصدر بتاعه الرسمي علشان لو حصل اي تحديث تبقى انت معاك احدث نصف. هتسحب الملفين دول عندك في ملفات اللعبة وتوافع على الاس الدي. كده انت خلصت اول ملف. تعال على مود المينيو ده لو انت حاببت تثبته طبعا شايف ده اسكريبت هوج فيه اصدار قديم الفين تانوية كمسة واربعين. فانا مش عايزه. وهتلاقي عندك هنا مود المينيو. هتاخد الملفين دول تحطهم عندك في ملفات اللعبة. كده خلاص انت ثبت مود المينيو. بعد كده هنيجي على الملف السيارات بتاعنا. هتفتحه وبالشكل ده هتلاقي جوة ملف اسمه مودز. وجوة ملف المودز ده ملفات تانية. ولكن بس انا حابب احذرك من نقطة معينة. هو طبعا قبل اي حاجة ما تنساش داخل نسخة احتراسية من اللعبة بتاعتك. وده الاحتياط. اما لو طبقت الخطوات اللي هعملها دلوقتي صح فانت في الامان. دي اول حاجة. تاني حاجة لو انت مركب اي مود في اللعبة سواء جرافيك او سيارات تانية. اي مود عموما في اللعبة. ومركبه في ملف المودز ده. فحزمة السيارات اللي هتراكبها للأسف هتضيع لك كل المودات اللي انت مركبها. طبعا بتسناء ملف سكريبس لو عندك ملف سكريبس في المودات ده مالوش علاقة. الموضوع كله في ملف المودز اللي هتراكبه ده هيمسح لك اي مود موجود في اللعبة. هتسحب ملف المودز كده على طول في ملفات اللعبة بتاعتك. وتكتب الباسورد اللي هو يوسين اللي هو اسم القناة. والدقس على امتر. هيفك الضغط عن الملف بالشكل ده. حابة اقول لك برضو انك لو نسختك فيها جيم كونفج يعني لو انت مثبت الملفات الاساسية كلها من فيديو الملفات الاساسية اللي هو هيبقى ادجاستر وبقى اكفاء ادجاستر. وملف سكريبس وملف الاليو ايه والجيم كونفج والحاجات دي كلها. فاللعب عندك مش هتفتح بعد تركيب المود ده. عشان تفتح بقى تعمل ايه? لازم تركب الجيم كونفج الخاص بنسختك. وانا هقول لك دلوقتي ازاي تركيبه. خلاص بعد ما فك الضغط عن ملف المودز بالشكل ده بيبدأ ينسخط القائل لملفات اللعبة لان احنا استخرجناه في ملفات اللعبة. حتى لو ما كانش عندك ملف المودز قبل كده فما تيلاقش فانت لما تنقل الملف من الحزمة للعبة عندك فما تيلاقش عادي. ما فيش اي مشاكل لو ما كانش عندك ملف مودز قبل كده. خلاص هو خلص نقل ونقل الملف. طيب نيجع على الخطوة اللي بعد كده اللي هو لو انت كنت مثبت ملف في جيم كونفج اللي عندك قبل كده في اللعبة. ومثبت هيب اجستر وباكفى الليمت اجستر وكل الملفات دي. يعني بمعنى صح عندك الملفات الاسية كلها. عكس طبعا اللي هو لسه داخل الفيديو علشان نركب الحزمة بس. وما عندوش كل الملفات الاساسية دي. طيب كل اللي عليك انك هتروح تفتح برنامج اوبن اي في. طبعا 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 عندك الملفات الاسية دي بأكيد انت عندك برنامج اوبن اي في. فمش محتاج اشرحه في الفيديو ده. هتفتح برنامج اوبن اي فيي. علشان نركب الجيم كونفج مرة كانية بعد تركيب الحزمة دي. لان الحزمة اللي تمسح الجيم كونفج القديم فاتي هترجع تاني تحط الجيم كونفج بتاع نسختك. هتروح عندك على ملف بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده هتروح عندك تشوف اصدار نسخت ايه? هتجيع على اليقينة اللعبةiße ومياة وتمنين ده اصدار نسختي. فهروح عندي على ملف الجيم كونفج اللي هسيبو ему لك تحت برضه في الوصف لو انت اصدار الفين تسعمية ربعة واربعين فهتلاقي عندك ده ملف جيم كونفك بتاعك ولو اقل من كده اللي هو زي يعني هتفتح بعد كده هتدور على الاصدار بتاعك حط كده الموس عليه او تفك الدكت على ملف براحتك يعني ولكن انا احط الموس عليه بس لان مش عايز افك الدكت وكده نكبر الاسم شوى من هنا عشان نشوف بشكل اوضح اهو ده اصداري الفين وثمانين هفتحه بالشكل ده وافتح الملف اللي بي انقصين واخد هذا الجيم كونفك ده وحطه عندي في برنامج وبين اي ذي طبعا هو عامل لي هنا اكسل ان انا ما ادسش على زرار ايدت مود وادس على اس بعد كده شوى امودز فولدر واسحب الملف ده كده المهم ادس على شوى امودز فولدر او او كوبية امودز فولدر اللي كانت هنا خلاص كده انا اخدت الجيم كونفك بتاع النسحة وكده اللعبة هتشتغل عندي تمام بدون اي مشاكل وبس كده شبابي يكون انتهى فيديو النهاردة بتمنى انو اعجبكو واتنساش تعمل باللايك والاشتراك واستنونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله والسلام عليكم